عمران خان بطل الكريكت المشهور المعتزل ورئيس وزراء باكستان المعزول يدعي به الحال في السجن بضرب توصف بالمزرية وممنوع من ممارسة السياسة لخمس سنوات بعد إدانته بقضايا فساد وما زادت دين بالله على خان رفض المحكمة العليا استينافه على حكم إدانته بثلاث سنوات في السجن تطورة تجيء فيما البلاد تستعد لانتخابات العامة لن يكون عمران خان منافسا أو حاضرا فيها بل قابعا خلف القبض قضبان في زندانة يأمل خان ويلتمس أن تكون من الدرجة الأولى لطليقة برئيس وزراء سابق للمزيد أرحب ضيفي من إسلام أباد هيثم ناصر الكاتب الصحفي أستاذ هيثم أهلا بك يمنع عمران خان من ممارسة السياسة لخمس سنوات ماذا يعني ذلك لمسيرته السياسية نعم أهلا بك أستاذ طارق هذا الحكم من لجنة الانتخابات جاء متعجلا بعد أقل من ثلاث أيام من صدور الحكم بسجنه على ذمة القضية الجدلية التي تعرف بقضية تشخانة والتي تهم فيها عمران خان ببيع هدايا تلقاها من أمراء ورؤساء دول أثناء شغله لمنصب رئيس الوزراء وهو ما يخالف القانون لذلك هذه القضية الوحيدة التي يمكن أن تعتبر جنائية وبالتالي بني عليها قرار لجنة الانتخابات أو المخوضية العليا للانتخابات بمنعه من ممارسة السياسة لخمس سنوات يستطيع عمران خان تحدي هذا القرار لكن عملية الاستئناف والتمييز قد تستغرق شهور إذا لم يستطع عمران خان ذلك فإن ذلك سيعني أنه لن يشارك في انتخابات العام المقبل كما هو متوقع أن تحدث خلال هذا العام سيشارك في انتخابات عام 2028 وهذا من المبكر التكهن بكيف سيكون دوره السياسي في ذلك الوقت أو ربما يصل إلى صفقة سياسية خلال فترة الحكومة الانتقالية التي يتوقع أن تشغل ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ابتداء من الأسبوع القادم عندما تتسلم الحكومة الانتقالية مهامها فإذا حصل على صفقة قد يستطيع الخروج وفق تفاهمات أو عملية مصالحة وطنية وكما تعلمون في باكستان كثير من القضايا سجلت ضد سياسيين سجني لفترة معينة مثل نواس شريف شهباز شريف الذي هو رئيس وزراء حاليا ومريم نواس شريف وهي ابنة رئيس الوزراء السابق سجني سابقا ثم عادوا لموارسة السياسة فهو ليس مستغربا إذا حصل على صفقة لكن لا يتوقع أن تكون قريبا لا يتوقع أن تكون هذه الصفقة قريبا قد يقترب ويحدد موعد الانتخابات العامة بعد حل البرالبان تشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية غياب حركة إنصاف غياب عبران خان على هذه الانتخابات ماذا يعني؟ كيف ستكون هذه الانتخابات دونه؟ مصير حركة الإنصاف أو حزب حركة الإنصاف يعتمد على مدى صمود الحزب أثناء سجن عمران خان شهدنا خلال الأشهر الماضي يتفكك الحزب من حيث استقالات جماعية خاصة بعد أحداث التاسع من مايو التاسع من مايو هي أحداث غيرت مصير عمران خان وحركة الإنصاف من حيث أن الحزب وعناصره عندما هاجموا مباني تابعة للدولة مباني تابعة للجيش الباكستاني مباني تابعة أيضا التلفزيون والراديو الباكستاني يعتبروا متمردين وتم تحويل بعضهم إلى المحاكم العسكرية باعتبارهم إرهابيين هذه النقطة التحول جعلت الكثير من قادة حزب حركة الإنصاف يستقلون من الحزب ويشكلون تكتلات جديدة إذا استطاع قادة الحزب بالإنابة شهر محمود قرشي وغيرهم من توحيد الحزب قبل الانتخابات القادمة فإن سجن عمران خان قد يستخدم من حزب حركة الإنصاف على أنه سبب لكسب الشعبية بينما إذا بقي الحزب مقسما ولم يستطيعوا القادة الحاليين لم شمل الحزب وكسب التأييد الشارع باستخدام وجود عمران خلف القطبان فإن الحزب لن يحصل على 10 إلى 20 مقعد على أقصى حد في البرلمان القادم مقارنة ب160 مقعد كان له في البرلمان السابق فسيكون أقلية غير مؤثرة موقف أنصاره اليوم وهل من متعاطفين من خارج حركة الإنصاف من خارج الأنصار والمؤيدين لعمران خان هناك الكثير من المتعاطفين من الشارع الباكستاني حتى من المجتمع الدولي لأن عمران كان له شعبية على مستوى كلاعب كريكت أو كسياسي لكن بحسب فهمي هناك حرص من سياسي باكستان ما يسمى بسياسي باكستان القدامى شهباز شريف ونواز شريف وزرداري وغيرهم على أن يدخل عمران خان في اللعبة السياسية وفق شروط اللعبة الموضوعة بمعنى لا يجب أن يصف الجميع بالفاسدين لا يجب أن يحاول الإدعاء بأنه سيسيطر على الجيش وسيسيطر على جميع المؤسسات في الدولة هناك قواعد للحكم في باكستان عليك احترامها هذه هي رسالتهم أو ستواجه العداوة من الجميع ووفق تحليل ما حصل مع عمران خان ما جنى عليه هو أنه حاول معادات الجميع وقف ضد الجيش وقف ضد الحكومة وقف ضد الإعلام وقف ضد أيضا لجنة الانتخابات فعندما تشن حملة إعلامية ضد الجميع وحملة سياسية ضد الجميع من الطبيعي أن تعاني في مسيرتك السياسية في بلد تحكمه قواعد محددة مسبقا مثل باكستان إذن تكالب عليه الجميع في نهاية المطعف هل من مخاوف من ربما اضطرابات سياسية عنف محتمل خلال الانتخابات المقبلة كثير من الدول منها الولايات المتحدة تراقب باهتمام بالغ الأوضاع في ميماكستان وتخشى من أن الأمور قد تفلت في مرحلة الانتخابات لا أعتقد بأن هناك احتمالات عنف بعد الآن لأن ما حدث في التاسع من مايو كان درسا للجميع بأنه إذا تحدى أي حزب سياسي أو أنصار أي قائد سياسي سلطة أو سيادة الدولة فإن المحاكم العسكرية التي يستطرح على توصيفها بأنها لا ترحم في باكستان ستكون بانتظارهم هناك أكثر من ثلاثين عنصر من حزب عمران خاني الآن أمام محاكم عسكرية من ضمنهم نساء فأعتقد أن الشارع الباكستاني تعلم الدرس إلى حد ما تأييد القيادات السياسية يجب أن يكون سلميا هذا الجانب الجانب الآخر المهم أيضا أن باكستان بسبب عدم الاستقرار السياسي ترزح تحت ضغوط اقتصادية كادت تؤدي بها إلى الإفلاس قبل ثلاثة أشهر إلا أن قارد صندوق النقد الدولي بثلاثة مليار دولار أنقذها ومن بعد ذلك دعم من السعودية والإمارات الشعب الباكستاني لا يتحمل مزيد من التوتر هو يريد الاستقرار ولم يعد يكترث من الذي يأتي إلى الحكم ما دام من يأتي إلى الحكم سيرسخ الاستقرار الاقتصادي وسيقلل معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الباكستانية الذي أضر بكل باكستاني خلال الشهور الماضية طيب استئنافه لرفض كذلك حاول كذلك تعليق الحكم ولم ينجح تعتقد أن التماسه بأن ينقل إلى زنزانة في سجن أو زنزانة درجة أولى في نهاية المطاف سيتحقق؟ أعتقد ربما يتحقق هذا الطلب بعد أن يتم تشكيل حكومة انتقالية برئيس الزراء ربما يكون بيروقراطي أو محايد ربما يلبى هذا الطلب ولكن حزب عمران وحتى محامي عمران يتعمدون أحيانا استفزاز القضاء من حيث طلب إلغاء العقوبة بشكل فوري مثلا أو طلب إلغاء أو عزل القاضي الذي قضى بالحكم فورا هذه الطلبات تستفز القضاء أيضا القضاء لا يغفر عدم احترامه وهناك تهم توجه للسياسيين بعدم احترام القضاء قد تحرمهم أيضا من الترشح للانتخابات فلذلك ربما يستجاب لطلبها ولكن بالتأكيد ليس من حكومة شهباز من حكومة تحضير للانتخابات أو الحكومة الانتقالية ربما يستجاب لطلبها ولكن ليس سريعا ربما يستغرق الأمر أسابيع ربما شهر أو أكثر في إطار ظروف سجنه على نسان محامي ذكر أن الظروف لا تلقى برئيس وزراء سابق حتى أن عمران خان تحدث عن هذا الأمر ووصف ظروف سجنه بأنها مزرية أعتقد أن هناك تعمد لإذلال عمران خان وتلقينه درسا نعم أعتقد ذلك أيضا لأن عمران خان كانت توجه له هذه التهديدات من المعارضة حتى قبل حجب الثقة عن عمران لأن عمران وهيئة مكافحة الفساد التي شكلها أثناء حكمه تعمد سجن نواس شريف وشهباز شريف وعناصر من حزب فضل الرحمن وعناصر من حزب الشعب فكانوا يهددونه دوما بأنك إذا تعمدت إذاء وإذلال السياسيين الآخرين فإنه سيأتي يوم ستشرب من نفس الكأس فلذلك يعتقد بأن هذا الإذلال هو متعمد من الحكومة الحالية إن لم يكن من مؤسسات أخرى أيضا في الدولة مستفزة من نشاطات عمران لأن عمران تجاوز الحدود في فترة حكمه من وجهة نظرهم طبعا ولذلك الآن يجب أن يشرب من نفس الكأس وفق تصورهم حتى يتعلم الدرس ويعود إما بصفقة أو يقضي فترته في السجن كما حكمت المحكم أنا أشكرك أمال إسلام أباد هيتم ناصر الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك